السلام عليكم متابعين قناة بندجلة بورت وياكم أنس صلوا على النبي محمد وآلي محمد إذا أول مرة تشاهدنا فاجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لأصدقائك ليصلكم كل جديد تصريح زيدان إقبالي قول أتذكر عندما كان الأمر صعبا لكني الآن أعود بابتسامي لكي أجعل من واجبي أن أرتدي الطقم فهذا يجعلني وأصدقائي وعائلتي فخورين جدا زيدان يقول أتعلم من بدايات بول سكولز الاستمرار بالعمل الجيد وأنا أعيش الحلم في مانشستر يونايتد رئيس اتحاد الكرة عدنان درجالي اجتمع في البصرة مع الشركة المنظمة لخليجي 25 لإكمال كافة احتياجات الشركة قبل انطلاق البطولة الدول العراقية ليكسندر أوراها يواصل التدريبات مع الفريق الأول لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي وسط أجواء باردة يسودها الثلج متوسط ميدان منتخبنا الوطن العراقي اللاعب أمير العماري من تدريبات نادي غوتنبرغ النادي السويدي بعد انتهاء عارته مع نادي ميالبي اليوم الساعة 10 مساء فرنسا تواجه المغرب في نصف نهاية كأس العالم من ستشجعون الليلة فرنسا من المغرب اكتبوا الناركم للترفيه نسبة شحن جهازك هي نسبة فوز المنتخب المغرب على فرنسا اكتب نسبة شحن جهازك يونس محمود يرشح فرنسا للفوز بكأس العالم حسين علي أنقذ النادي الصفاقسي من الخسارة بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة ذا النادي الملعب التونسي خلال مشاركته الكاملة بمباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الثانية للدور التونسي الممتاز ملعب البصر الدولي بأتم الجاهزية لاستضافة مباريات خليجي 25 بداية الشهر القادم عدد من الجماهير الخليجية تشن هجوم اللاذعن على قرار تأشيرة الدخول قبل بطولة كأس الخليج قائلين أدفع 200 دولار عشان كأس الخليج مهدي الكرخ وحمد كنكن سيتواجدون في بطولة خليجي 25 خو كنكن ولا يقعد راحه وينما راح أشوفه قدامه تقدم نسبة الإنجاز في ملعب الأنبار الدولي سعة 30 ألف متفرج المشجع العماني المنحوس يقول شجاءت كرواتي عشان تطلع من المونديال طبعا لا تنسون لا يعلم الغيب إلا الله وهذا يريد يطشب هاي سالفه والمصيبة الموضوع يتطور السفارة التونسية بمسقط تقول على المشجع مجانباء عدم تشجيع المنتخب الفرنسي وارتداء قميص المغرب ما تقول لأيش لقصده هذي وما يطع لنا بسالفة جديدة اللاعب البرازيلي كاكرا يقول الجميع يستمتع بميسي ولكن كبرازيليين لا يمكننا دعم الأرجنتين خبر عاجل كريستيانا رونالدو في الفالديباس في إسبانيا تدرب في ملاعب ريال مدريد الملعب الخاص بتدريبات ريال مدريد بعد أن التصل بفلورينتينو بيريز مباشرة وطلب منه ذلك طبعا التدرب في المكان لا يعني أي شيء لا احتمال الانتقال إليهم ولا عدم الانتقال لكنه يكشف عن بيت رونالدو الحقيقي في قلبه بعدما الجميع سخروا منه احتضنه ريال مدريد حبا التقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو اشترك في القناة اتفعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم انس في حوال الله نلتقي في فيديو جديد